والبداية مع الملف السوري والمواقف الدولية المختلفة إزاءه إذ يبدو أن الانتقادات والاتهامات المتبادلة بشأن المسئولية عن تفاقم الأزمة السورية لن تقتصر على الجبهتين الروسية والأمريكية كما جرت العادة بل قد تمتد داخل الجبهة الواحدة لتكشف عن كثير من الخبايا فوزير الخارجية الفرنسي لورون فابيس شن هجوما عنيفا اليوم على الإدارة الأمريكية التي وصف سياستها بالغامضة مشككا في التزامها بحل الأزمة في سوريا الوزير الفرنسي الذي أعلن أنه سيترك منصبه قال إن أقوال واشنطن تختلف عن أفعالها وهو ما يستشعره الإيرانيون والروس مطلع فبراير الجاري ارتضت الأطراف السورية على اختلافها الذهاب إلى جنيف بحثا عن الحل التوقيت نفسه هو الذي اختارته روسيا لأكبر تصعيد لعملياتها العسكرية في سوريا منذ تدخلها في سبتمبر الماضي انتهت مفاوضات جنيف قبل أن تبدأ عمليا ألقى كل طرف بالمسؤولية على الآخر علقت المفاوضات أو أجهدات واستمر القصف الجوي الروسي والتقدم البري لجيش السوري وحلفائه من حزب الله وإيران في حلب نتيجة العمليات العسكرية الموسعة بدت واضحة للعيان نزوح ألاف السوريين ومقتل المئات مأساة إنسانية اكتفى أمامها الطرفان الروسي والأمريكي بتبادل الاتهامات بالمسؤولية عنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ألقى بالمسؤولية على روسيا بسبب استمرار العمل العسكرية نشاطات روسيا في المنطقة تعرقل نجاح مفاوضات جينيف بين السوريين نحن دعونا روسيا للانضمام للجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية انتقادات واتهامات نفتها روسيا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا رفضت الاتهامات بمسؤولية بلادها عن انهيار مباحثات سوريا ووصفتها بأنها محض كذب يوجه إلينا اللوم بالمسؤولية عن انهيار تلك المفاوضات لكن هذا كذب محض كذب صرف هذه مغالطات واضحة نحن عملنا من أجل هذه المفاوضات ليس فقط من أجل عقدها ولكن عملنا من أجل أن يرى شركاؤنا هذه المباحثات على أنها أفق جاد من أجل الحل ورفضت زخارفا تحميل بلادها أي مسؤولية عن معاناة النازحين واللاجئين عمليات القوات الجوية الروسية بدأت بناء على طلب من الحكومة السورية في الخريف الماضي مئة الآلاف من السوريين فروا من سوريا قبل هذا بعام كامل واستمر تدفق اللاجئين على مدار العام بين تهام ونفي يدفع السوريون وحدهم ثمن المواقف الدولية المتعارضة روسيا لم تظهر أي بادرة على التخلي عن فرض تسوية تحت وقع السلاح أما الغرب فيبدو كما لو كان قد اختزل الأزمة السورية بكل تعقيداتها في اللاجئين يحاول وقف تدفقهم على أراضيها وفي ظل هذه الاتهمات المتبادلة بين روسيا والغرب يكشف المبعوث البريطاني إلى سوريا عن سلسلة هجمات روسية على سوريا خلال محادثات جينيف الأخيرة سامي الآن يعرض لنا الخريطة التي وضعها مبعوث بريطانيا إلى سوريا والتي استعرض فيها الهجمات الروسية في سوريا خلال وقبل محادثات جينيف سامي مساء الخير واضح أن تصريحات المبعوث البريطاني تشير إلى تفاصيل مهمة فيما تعلق بما يصفه بضربات روسية على الأراضي السورية مساء الخير مهند هذه ربما تشكل إدانة على وفق المبعوث البريطاني إلى سوريا يوثقون بالتفاصيل وبالأرقام ما قامت به موسكو خصوصا أثناء مفاوضات جينيف باللون الأسود هنا نلاحظ مشاهدين الكرام تمدد داعش المناطق الخاضعة تحت سيطرة داعش باللون الأخضر هنا المناطق التي تم استعادتها من داعش من قبل التحالف الدولي كما نشاهد هنا في هذين المساحتين ربما مساحتين أكبر بكثير من المساحات التي استرجعها النظام السوري المدعوم بالطيران الروسي كما نشاهد هنا في حلب وأيضا القريتين هذه مناطق كما نشاهد مشاهدين هي مسترجعة من قبل روسيا والنظام السوري من تنظيم داعش تظهر هنا باللون الأزرق القصف الذي تسبب فيه الطيران الروسي نشاهد هنا في حلب في دير الزور في تدمر وأيضا في اللاذقية حسب المبعوث البريطاني فإن موسكو تقوم يوميا بخمسين طلعة جوية في سوريا تقوم بطلعات جوية تقدر بخمسين طلعة في الغالب تستخدم روسيا الذخائر غير الموجهة تستخدمها هنا في هذه المناطق ومناطق مختلفة حسب بريطانيا فإن أكثر من سبعين في المئة من هذه الضربات الجوية الروسية تستهدف مناطق لا يوجد فيها داعش هي تستهدف مناطق كما نلاحظ هنا بالأزرق مناطق هنا وهنا وعدد من المناطق تستهدفها روسيا ولكنها تستهدف المعارضة المسلحة وخصوصا الضربات استهدفت حلب وهي معقل المعارضة الأساسي من ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين القصف الروسي أيضا استهدف مخيما للاجئين هنا في منطقة اللاذقية كما استهدف القصف الروسي قافلة مساعدات هنا في شمال حلب وتحوم شكوك بحسب بعض التقارير على أنه خلال الهجمات تم استخدام غاز لكلور كما تم إسقاط أكثر من خمسين برميلا متفجرا هنا في دارية وفي المعظمية في رفي دمشق الأرقام تبين حجم الضربات الروسية وأدت خلال مفاوضات جناب إلى مقتل أكثر من ألف وثلاثمائة وثمانين مدني وإصابة خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وثمانين آخرين كما دمرت الغارات الروسية نحو خمسة عشر مدرسة وقع على إثرها ستة وخمسين شخصا الغارات أيضا تسببت في هدم وتضرر أكثر من ستة عشر منشأة طبية وبالتالي فإن أكثر من ثلثين مستشفيات حلب لم تعد صالحة لتقديم الرعاية الصحية ولم تستثني الغارات الروسية أصحاب الخوذات البيضاء أي رجال الإنقاذ مما أدى إلى مقتل أكثر من أحد عشر شخصا منهم كما استهدفت الغارات أكثر من أربع أسواق بالصواريخ وقد أدت إلى مقتل أكثر من تسعين شخصا وإصابة آخرين القصف الروسي استهدف أكثر من مخبزتين كما نشاهد هنا أحد تلك المخازن بتمويل من بريطانيا مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من مئة آخرين كما استهدفت الغارات الروسية أيضا أكثر من ثلاث مخيمات للنازحين واستهدف القصف الروسي العنيف في الفترة ما بين الثاني والثالث من فبراير فقط إلى نزوح نحو ألف أو خمسة عشر ألف شخص طبعا وحسب المصدر ذاته فإن خمسين بالمئة من المدنيين الذين يصعب الوصول إليهم محاصرون من قبل الحكومة السورية ورغم طلب الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية في المناطق المحاصرة فإن الحكومة السورية لم توافق إلا عن عشرة بالمئة من الطلبات هذه أرقام عرضها المبعوث البريطاني إلى سوريا هل هي تمثل إدانة وهل يمكن أن تضغط على موسكو للتخلي عن موقفها الصلب في سوريا هذا السؤال الأساسي ولكن برغم كل هذه الأرقام التي أشرت إليها سامي روسيا على لسان المتحدثين باسم الخارجية وباسم الرئيس بوتين يقولون أي ضحايا تتحدثون عنها لا يوجد أي دليل على وقوع مثل هذه الضحايا نفي قاطع لم نسبب ضحايا ولم نسبب كارثة لجوء بعد قصف حلب دعنا نسأل ضيفنا عن هذا الموضوع لأن التصريحات الروسية مصر على أنهم لا يقعون أي ضحايا بين المدنيين ولم يتسببوا بأزمة لجوء إنساني معنا الآن من موسكو مدير مكتب صحيفة الحياة الأستاذ رائد جبر مساء الخير أستاذ رائد مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار لافت النفي الروسي القاطع لأن يكون هذا القصف قد تسبب بسقوط مدنيين أو حتى لجوء على الرغم من أن الصور على الأقل فيما يتعلق باللجوء على الحدود التركية واضحة للعيان على ماذا يستند الروس في هذا النفي برأيك نعم مساء الخير يستند الروس بالدرجة الأولى على عجز المجتمع الدولي عن تقديم هذه الأدلة يعني التقرير الذي ذكر قبل قليل وبعض الأدلة الأخرى تقديمها إلى منبر الأمم المتحدة يعني تقديمها بشكل رسمي هناك تفاوت في المواقف كما تعلم بين بلدان أو أطراف التحالف الغربي بالفعل الولايات المتحدة تبدو أكثر ترددا في المضي في هذا الطريق بينما بريطانيا تكشف أكثر بعض التفاصيل وزير الخارجي الفرنسي كان أكثر وضوحا أكثر من مرة عندما تحدث عن هذه المسائل يعني هذا التباين روسيا تستفيد منه لذلك المتحدثة باسم الخارجية مريزة خارفة أكثر من مرة وأيضا كما ذكرت الناتق باسم الكريملين دبيتري بيسكوف أكثر من مرة يتحدثان بشكل واضح أنه أعطونا أدلة لا توجد أدلة لا يوجد أي معطيات كلها أكاذيب كلها كلام مرسل لا توجد عليه أي إثباتات إذن روسيا تستند بالدرجة الأولى إلى هذا الموضوع النقطة الثانية أن هذه الدعاية تقدمها روسيا باعتبارها أنه دعاية مضادة بأنه كلما على صوت منظمات حقوق الإنسان أو منظمات المدافعة أو حتى الأطراف الغربية شيئا يجب أن يعلو الصوت الروسي أكثر وهذا كده تدور المسألة في إطار حملة أو حرب إعلامية كما يصفها الخبراء الروس هنا بين الطرفين ولا تقدم نتائج لأنه لا يوجد جهات تحقيق دولية تتابع هذه العملية المسألة لا تحتاج إلى جهات تحقيق الآن خبر وارد عن الصليب الأحمر يقول أن هناك خمسين ألف شخص فروا بسبب تصاعد القتال لشمال سوريا هذا القصف أساسه هو الإسناد الجوي الذي تقوم به الطائرات الروسية المسألة لا بدأ كثير إثباتات وأدلة تماما هذا صحيح لكن في جو محموم من هذا النوع عندما يتكون هذه الدعاية القوية البرفاقاندا القوية يتم التعامل معها لا يمكن الحديث بشكل منطقي وبشكل أقلاني إلا من خلال وجود معطيات وبيانات تصدر عن جهات رسمية عندما صدر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة حول الجرائم ضد الإنسانية قبل يومين التي ارتكبها النظام السوري في السجون وعشرات الألاف من القتلى وما إلى ذلك روسيا لم تعلق مثلا على هذا التقرير حتى عندما سئلت زخارفة اليوم عن هذا الموضوع تجنبت الإشارة إليه نهائيا يعني تحاول روسيا تجنب الحديث عن التقارير الموثقة وتتهم أي كلام آخر بأنه كلام مرسل وهكذا تدور عملية الحرب الإعلامية القائمة من دون أن يتم التوصل إلى تراجع لا تنوي روسيا التراجع هذا أمر بات واضحا لا تنوي التراجع عن حملتها العسكرية مهما كانت الأثمان وحتى لو أدى ذلك إلى عرقلة مسار المفاوضات كليا سيد رعيد جبر المعارضة تطالب واشنطن باتخاذ موقف أكثر شدة مع موسكو في سوريا لكن هل تعتقد سيد رعيد أن لدى موسكو أو لدى واشنطن تلك القوة التي تجبر موسكو على التخفيف من هذا القصف أو إنهاءه في النهاية لأن البعض يرى أن موسكو هي التي لديها الكلمة الفصل الآن في سوريا نعم بطبيعة الحال موسكو لديها أوراق أكبر لديها قوة موجودة في سوريا بالفعل لديها حلفاء على الأرض يعملون بشكل مخطط وضمن غرفة عمليات عسكرية مخططة هذا كله تفتقد إليه الولايات المتحدة يفتقد إليه التحالف الدولي لكن في المقابل روسيا تعي وكما قال فابيوس تماما روسيا تعي تماما أن تعثر الولايات المتحدة إحجامها عن إعلان مواقف واضحة وصريحة أو تدخل في نقاط معينة في بعض المسائل تعي أن هذا يفتح أمامها أبواب أكبر أو أوسع الآن عندما يدور الحديث عن مثلا اجتماع غدا في ميونيخ أن هناك اتفاق روسي أمريكي أو رؤية روسية أمريكية للوصول إلى نقطتين وقف اطلاق النار وتسهيل بعض المساعدات الإنسانية الولايات المتحدة تظهر الموضوع وكأنه اتفقت بالفعل مع روسيا على الوصول إلى نقاط معينة مطلوبة من أجل اطلاق عملية المفاوضات هذا الأمر ورقة أيضا هو إضافية بيد روسيا التي أعلنت اليوم أنها لن تتراجع ولن توقف عمليةها العسكرية أي وقف اطلاق النار لن يشمل القوات الروسية وهو كما تعلم شرط وضحته المعارضة السورية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات إذن هذا الإحجام الغربي تباين المواقف الغربية أيضا يلعب دور أساسي في تمليك موسكو أوراق أقوى ويجعل الأوراق المملوكة بيدها أكثر فعالية أصلا على الأرض في هذا السياق تصريحات لافتة لوزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس الذي ترك منصبه يتحدث فيها عن هذا الالتباس في مواقف الحلفاء يقول هناك مواقف ملتبسة بما فيها من جانب أفريقاء في التحالف وبالتأكيد الروس والإيرانيون يشعرون بذلك إذن هذا برأيك التباين أستاذ رائد يعطي موسكو وإيران وحلفاء النظام في دمشق ورقة إضافية للقيام ومواصلة ما يقومون به بالتأكيد هذا وجه رسائل خطيرة جدا لموسكو على مدار سنوات الأزمة في سوريا وخصوصا خلال العامين الأخيرين وعلى الأكثر دقة خلال فترة العملية العسكرية الروسية مثلا عندما ترسل موسكو صواريخ S-400 ردا أو تحت ذريعة مواجهة تحليق الطائرات التركية إلى سوريا S-400 هذا صاروخ استراتيجي هذه أنظمة استراتيجية لم يحظى هذا برد فعال أو واضح من الولايات المتحدة أو من حلف شمال الأطلسي هذه الرسالة وصلت في طبيعة الحال إلى موسكو الآن موسكو تتحدث بشكل واضح أن أي حديث عن إقامة منطقة آمنة للسوريين على المناطق الحدودية مع تركيا هو حديث واهم ولن يتم تحقيقه مهما كان الأمر أيضا إشارات ضعيفة التي وجهت الولايات المتحدة وحتى تردد الولايات المتحدة في دعم أردوغان في فترة سابقة حول هذا الموضوع وجه رسالة خطيرة جدا إلى موسكو بأنها قادرة على أن تفعل ما تريد في المناطق الحدودية هكذا يتم تعاطي موسكو مع الرسائل إما أنها ليست واضحة أو أنها أصلا ملتبسة تماما عندما منعت الولايات المتحدة حليفها التركي مثلا من التقدم باتجاه فكرة فرض المناطق الآمنة شكرا جزيلا لك الأستاذ رائد جبر مدير مكتب صحيفة الحياة في موسكو كان معنا من هناك مباشرة ترجمة نانسي قنقر